فإن قلت وهل يطالب أهل الكتاب بإخراج الزكاة أصلاً؟ الجواب هذه مسألة مبنية على خطاب الكفار بفروع الدين وقد رجحنا سابقاً في مواضع وفي مجالس أخرى أن الكفار مطالبون بفروع الشرع فإذا ماتوا على كفرهم فإنهم يوم القيامة يعذبون على كفرهم بالأصالة ويزاد في عذابهم على تركهم لتلك الشرائع فالكافر يعذب على كفره وعلى ترك الصلاة وعلى كفره وعلى ترك الزكاة وعلى كفره وعلى تركه للصيام لأنه إذا أمر بالعبادة فإنه أمر بها وبجميع ما يتعلق بصحتها فإذا لا يخرج أخر الكتاب عن هذه الآية فمن كنز ماله ولم يخرج زكاته الواجبة فيه فهو موعود بأن يحمى عليه ماله يوم القيامة فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره ترجمة نانسي قنقر شكرا